بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السادس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل الكلام في استنباط الفوائد والأحكام من قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وفي هذا دليل على أن السيد يدعو مملكته بقوله فتاتي بقوله فتاتي لأن الله قال من فتياتكم ويأخذ منها أنه لا يجوز أنه لا يجوز تزوج الزانية سواء كانت حرة أو أمة حتى تتوب من زناها وتنقضي عدتها قوله تعالى في الحرائر الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذا في الحرة الزانية وقال هنا في الأمة محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فيسترط في تزوج الأمة في تزوج الحر من الأمة أن تكون عفيفة عن الزنا الظاهر والزنا الباطن الزنا الظاهر في قوله غير مسافحات والزنا الباطن الزنا الظاهر في قوله غير مسافحات والزنا الباطن في قوله ولا متخذات أخدان أي أصحاب في السر ويوخذ من هذه الآية أن الصبر وعدم التزوج تزوج الحر من الأمة أن الصور والامتناع عن ذلك خير له وإن توفرت له شروط الإباحة فكونه لا يتزوج الأمة المملوكة خير له وذلك لما يفضي إليه تزوجه بالأمة من استرقاق أولاده فالله جل وعلا حث على الصبر قالوا أن تصبروا أي عن تزوج المملكات خير لكم من تزوجهن فهذا فيه النظر في العواقب وأن الإنسان إذا أراد أن يقدم على شيء فإنه ينظر إلى عواقبه فإن كانت عواقبه حميدة أقدم عليه وإن كانت عواقبه سيئة فإنه يمتنع منه هذا إذا كانت العواقب معلومة أما إذا كانت العواقب مظنونة فإن الاحتياط مطلوب فإن الاحتياط مطلوب لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم وفي الآية هنة صبر مع المشقة خير من تزوج بالأمة المملوكة مع التيسر الأمور فصبره وتحمله للمشقة خير من إقدامه على تزوجه بالأمة والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصبر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والله جل وعلا يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فالصبر مطلوب في جميع الأمور ولا سيما في أمر الزواج ومصير الذرية والوسرة في المستقبل يوخذ من هذه الآية وفي هذه يوخذ من هذه الآية ومن ختامها إثبات إسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما اسم الغفور واسم الرحيم غفور كثير المغفرة وهو الذي يستر على عباده ذنوبهم ويعفو عنها والرحيم كثير الرحمة وهو الذي يرحم عباده الله جل وعلا رحيم بعباده ورحمته سبحانه على قسمين رحمة عامة لجميع المخلوقات البهايم والآدميين والجن والإنس والمؤمن والكافر كلهم يدخلون تحت الرحمة العامة فما يعطيهم الله من الأرزاق ومن الصحة كل ذلك من رحمته سبحانه وتعالى الله الله رحيم بعباده وأما الرحمة الخاصة هي خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وعلى كل حال أن الرحمة والمغفرة المذكورتين في هذه الآية هما يليقان بجلال الله سبحانه وتعالى وليست كرحمة المخلوق ومغفرة المخلوق وإن كانت تشترك معها في اللفظ والمعنى إلا أنها لا تشترك معها في الحقيقة فالعبد له رحمة تخصه والخالق له رحمة تخصه وذلك في سائر الأسماء والصفات فإنه لا مشابهة بين أسماء الله والصفاته وصفات وأسماء المخلوقين إلا من حيث اللفظ والمعنى العام وأما الحقيقة فإنها لائقة بكل موصوف وبكل مسمى كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت فنفى عن نفسه مماثلة المخلوقين وأثبت لنفسه لنفسه السمع والبصر مع أن الخلق لهم أسماء ولهم أبصار ولكن فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق جل وعلا وهذا باب عظيم في الأسماء والصفات يجب أن يتفطن له المسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر